بسم الاب والابن والروح القدس القديس بولس الجسد يشتهي ضد الروح والروح ضد الجسد وهزان يقاوم احدهم الاخر حتى تفعلون ما لا تريدون انت اللي في ايدك السويتش ده يعني تعمل on ولا off تغزي الروح ولا تغزي الجسد تقطر شهوة الروح وتكبرها ولا تستسلم لشهوات الجسد اول فكرة خدناها شهوة السلام كلنا عندنا سلام وفهمنا ان شهوة السلام مرتبطة قوي بالكلمة اللي قالها اشعية الى ذكرك والى اسمك شهوة النفس فمجرد تنادي اسم ربنا كثير دي شهوة والشهوة دي تولد شهوة تاني انك سلامك يزيد امانك يزيد فرحك يزيد لانك تول النهار تبتكر وتصهر في نداء الاسم ربنا النص بتاعها اشعية 26 ناخد نص تاني من العهد القديم هي فرصة طبعا بندرس نصوص بعضكم ممكن ما يكونش اتعامل معها كويس كلمة غريبة جات كده في سفر العدد اسمها قبروتها تقوى هي دي العبرية يعني اللي هي قبور الشهوة بما ان اسمنا او موضوعنا الشهوات الروحية الكتاب مرة حط كلمة مخيفة كده اسمها قبور الشهوة قبور الشهوة لما تمشي جنب اي مقبرة اي مدفن كل موجودين في المدافن دول كانوا عايشين زي انه وكان عندهم شهوات وكانوا بيتخانوا على الفلوس على فكر وكانوا بيزعلوا على الكرامة وكانوا بيأكلوا ومش عافين يفرملوا الاكل والشرب وكانت اجسادهم ساعات هي اللي اتحركهم في شهوات بطالة في الاخر دخلوا القبر وانتهت رحلة الشهوات بس يطارة كان واحد فيهم عاش بشهوات روحية الشهوات روحية دي هتكمل معا اللي اشتهى السماء هيدخل السماء واللي اشتهى الحب هيعيش في حب ابدي واللي اشتهى ربنا هيلاقي ربنا معاه على طول انما اللي اشتهى الاكل والشرب والكرامة والجسد خدهم كلهم في القبر انما القصة دي لها لها يعني تاريخ في حياة شعب اسرائيل تعالوا نقيشه مع بعض الاية بتقول دعا دعا اسم ذلك الموضع قبروتها تأوى لانهم هناك دفنوا القوم الذين اشتهوا فمعناها سموها لان العبري والعربي قريبين لبعض على فكر قبور الشهو هي الحكاية بتدت ازاي تعالوا نقره من الاول كلكم عارفين ان موسى خد الشعب وعبر واول ما عبروا كانوا ايه بقى عشر على عشر تتفرج عليهم وهم طالعين من البحر ومريم بتسوق التسبيح مسكة دف بيديها وكل الشعب بيهتف لانه بالمجد قد تمجد وفرحانين بربنا وشكلهم يعني روحيين جدا ما فاتش يومين وتخنقوا على المي يومين تاني وتخنقوا على الاكل وبعدين ابتدت فكرة طب ما نرجع مصر ده احنا كنا بنأكل الشحاتين دول ما اغس كنا بنأكل الايه توم وبصل وكرات يعني ياريتهم حتى بيتوحموا على حاجة عليها الايه ما يعني انما هنشوف دلوقتي ايه حصل ايه القصة دي تكررت في الاربعين سنة اكتر من اربعين مر يعني احنا الكتاب ما ذكرش كل الاعتراضات او التزمرات اللي اعتراضها شعب اسرائيل بس ده سيناريو مكرر انه السقم او الملل او الضجر من الحياة الروحية واللجوء للحياة الجسدية خلي بالكوا الكلام بقى يخصينا هنا يخصينا ليه لانك تيجي في نص الصوم وتقول ايه انا زهقت بقى كل يومين قداس ومزامير ومطنيات لما ظهرنا تقطموا بتاع ما ناكل لحمة زي البشر كده هتبص تلاقي دماغك تزن عليك في حتة غلط كده فعدد حداشر تبتدي القصة الاول زي انذار بداية القصة كان الشعب كأنهم يشتكون شرا في اذني الرب فسامع الرب فحمى غضبه يعني ابتدوا يشكوا ويتزمروا في الفضية والمليان فاشتعلت فيهم نار الرب واحرقت في طرف المحل ربنا لما يبتدي يغضب يدي فرصة للتراجع فالنار شبكت في اول المحلة المحلة دي يعني ايه يعني المعسكر والمعسكر ده كان شاكله ايه انا شرحته لكم مرة زمان تلت اصباط كده وتلت اصباط كده وتلت اصباط كده وتلت اصباط كده عاملين صليب بس صليب على ارض كذا كيلو لان دول ستمائة الف عيلة اتنين مليون ناس مع القيل متخيلين فده شعب ضخم جدا وفي النص في قلب الصليب خيمة الاجتماع فلما تزبك النار في طرف المحلة يعني من ناحية من نواحي النار يبتدي تسرح فصرخ الشعب الى موسى وده كان بيتكرر كتير الموقف ده فصلى موسى الى الرب فخمدت النار بس النار كانت انذار ان الاعتراض الكتير والضجر من الحياة مع الله الحياة في سينة دي اشارة للحياة الروحية كلها عشان كده نقرأ في الصيام الكبير سفر الخروج كتير وساعة نقرأ من العدد وكده فدعيا اسم ذلك الموضع التبعيرة تبعيرة يعني حاجة زي شعلة نار كده لان نار الرب اشتعلت فيهم واللفيف الذي في وسطهم اشتهى شهوة خلي بالكم ايه اللفيف ده اللفيف دول الجماعة اللي خرجوا من مصر اتلزقوا في العبرانين بس هما كان عندهم شوية ايمان قالوا الزار اله العبرانين مع حق وهم زهقانين من العيشة مع موسى مع فرعون اقصد فطلعوا لكن هما في الاصل مش عبرانين فما دقوش الزل اللي دقول عبرانين فدول ايه الاضافة اللي انضافت على شعب اسرائيل دول لان كانوا كمصريين ممكن يعيشوا مرفهين في مصر دول كانوا اكتر ناس السهوة تنقح عليهم لانه مرفه في اصله هو ما تمررش مرار العبرانين في مصر فهمنا وعسان كده اطلعوا ان احنا اللي منا طالع في بيت مرتاح شوية الصيام تقيل قوي على قلبه والتغصب كمبدأ تقيل على قلبه بس روح لوحد غلبان عيشته يعيني غلب كان في العفية بيلاقي لقمة هو صايم طول حياته فيعني انت بتقول له ايه يعني مسفرق كتير يعني وهو خدع الجوع وخدع الزل فالساعات ده بيكون اقوى شوي عشان كده المسيح قال ما اعصر دخول الاغنياء ملكه طالله فبيقول اللفيف ده اشتهى شهوة فعاد بان اسرائيل ايضا وبكه بصوا بعد النار مش يختشوا يقولوا لا ربك اترقال في خيرك ده المن ده حلو قوي كويس قوي على المن احنا مش عاوزين النار كويس حدطاي اللي يمشي في الصحراء كل من ده المن ده اطايف بالعسل يعني حاجة مش وحشة يعني وكانوا يطبخوها كذا نوع هنشوف دلوقت عسان ينوعوا برضو انما حتى بعد النار عادة بان اسرائيل بكوا تصوروا واحد بيبكي من شهوة جسده ده حاجة تخوف يا جماعة ان شهوة الكرامة تجعل انسان يبكي لان كرامته مجروحة او يبكي لانه مش تقل الزنا او للشهوة الجسدية او يبكي لانه مش تقل الاكل يا اخي وفر دموعك ويبكي اشتهي السماء اشتهي النقاوة ولا التوبة اشتهي الانجيل لكن الدموع لما تروح في حاجة زي كده ده معناها وحش قوي يعني بكوا يعني لو لو لوحد ما يعرفش الآية كنت اقولكوا كملوا الآية كنت اتقوليه بكوا تائبين مثلا بكوا خجلانين من نفسهم لا دي خبت ايه لبكوا وقالوا من يطعمنا لحمة هنا اول فكرة اوزا اقولها ان الشهوات معدية عارفين البانديميك لما يحصل مرض وباء عالمي الشهوات كده مش انديميك دي بانديميك يعني عالمية العدوى تمسك في العالم الدولار ده عامل عدوى عالمية الناس كلها بتعبدوا الدولار الجسديات الاعلانات كلها اكساد يعني للبيع حاجة تخوف وتلاقي الاعلانات نفسها في كل بلد في العالم وكل الناس مبهورة بدا عدوى السيطان يرميها في بلد وتجري زي النار تمسك في العالم كله العالم كله يجري في الاوهام دي ربنا بيقدب اللي يعيش في شهوة ما بيعاقبش فجأة يعني ايه مثلا الايدز لما طلع انا احكي لكم موقف شخصي حصل معايا سنة 81 انا كنت بتمرن في امريكا كطالب طب وكان صديق والدي رئيس قسمه اورام هناك فقالي الحالة دي اسمها كابوسيك ساركوما ويظن ان ليها علاقة بالفيروس ما كانش لسه الايدز كتشف كان في السنة دي اعلن اكتشاف الايدز في 81 نفاكرها كويس لانه كنت يعني كان كلام جديد علي فالراجل بيقول لي بص غالبا الراجل ده وهو بيكشف عليه بس بيقول لي يعني بيني وبينه غالبا عنده هوموسيكشواليتي لانه عندنا الدراسات بتقول ان الساركوما دي النوع ده مرتبط بمرض جنسي بفيروس لم يكتشف وينتشف وينتشر اكثر في الهوموسيكشوالي بصوا المعلومة بس محطوطة طبعا كلكم خلاص دلوقتي عارفين ان الايدز ريليتد اكتر للعلاقات الجنسية المنحرفة وطبعا بيتنقل عن طريق الدم وتشخص الفيروس بس عاوز اقول كان لسه كتشافوا حاجة جديدة ربنا عامل انذار انذار يا جماعة الخروج عن الطبيعة في نار طبعا عذاب الايدز اللي شاف منكم مريض ايدز بقى فما راح له الاخيرة عذاب طب ماهداء انذار هل انت بتستقبل الانذارات عموما ساعات يجيلك حتى واجع بطن لانك نسيت نفسك وكلت زيادة طب مش تاخد بالك بعد كده ماهداء انذار على بسيط كده يعني انذار دي مش احسن حاجة او عشانك شوية كرامة تدبخ ناقة مع شخص غالي عليك وتتنكد فيها شهر مش ده لوحده انذار كان لازم تنتبه ان شهوة الكرامة او شهوة اللي اكل الحاجات دي خطر ما تمشيش وراها تاني وبعدين نكمل النص واللفيف الذي في وسطهم اشتهى شهوة فعاد بان اسرائيل وبكوا وقالوا من يطعبنا لحما قد تذكرنا السمك الذي كنا نأكل هم طبعا ما كانوش باكلوا سمك على فك كانوا بيشموا بس في مصر مجانا والقثاء والبطيخ والكرات والبصل والتوم حاجات غريبة جدا والان قد يبست انفسنا بصوا جماعة الكلام ده هنطبق علينا دلوقتي ليس شيء غير ان اعيننا الى هذا المن الزهق واما المن فكان كبزر الكزبرة ومنظره كمنظر المقل وكان الشعب يطفون يلتقطوا ويطحنوا بالرحة ويدقونه في الهون ويدبخونه في القدور ويعملونه ملات وكان طعمه كطعمك طايف بالزيت ومتى نزل الند على المحلة ليلا كان ينزل المن معه هنا مقصود بيها جماعة ايه الملل من الامور الروحية احنا كمبتدئين كلنا مبتدئين روحية ما احناش قدسين كبار لان القدسين كبار عمرهم ما يزهقوا من المن واحد زي موسى ولا يعني يدعيش مع ربنا فالمن ده بالنسبة له حاجة جميلة او انما احنا في الدرجة بتاعة الناس دي احنا لما نصلي ساعتين زيادة يعني مش هنفتح التلفزيون بقى كده يعني مش هنجيب سيرة الناس بقى يعني هنقعد كده وخلص فاضين يعني مش معقول اه وتلاقي برضو ايه حتى في الاكل الصيامي لازم نحبشه كده بشوية مخلل وترشي ويعني ويبقى اكسر شهوة من اي اكل تاني واضح ان احنا بنمل من الانجيل من القدس من الصلاة من التسبحة من الخلوة ده مش لاننا لانه مش مفيد المن مفيد جدا المن طعام طبخينه الملايك المن خلاهم بصحة جيدة اربعين سنة في البرية لانه اكل سماوي فيه معجزة طبعا لانه هو الموضوع مش كالوريز يعني ومش حاجة ميديكل لكن بيزهقه فلما تلاقي نفسك زهقان خوف نفسك انا امتى يا رب هكبر وابقى باشتهي الطعام الروحي وما زهقش منه ازاي بقى زي الان بابولة ده اللي يقعد تسعين سبعين تمانين سنة مبيشوفش انسان ومش دهقان صاحي نايم على بلحتين تلاتة في اليوم واقعد معاك موروش غيرك حتى معندوش كتب روحية معندوش سيديهات يسمعها معندوش حتى ناس يسبحوا معاها ومعاك ده مبسوط هم دول بقى الناس الكبار بتوعنا احنا بنزهق والزهق اشارة ان احنا اجسادنا تقيل علينا لسه شهواتنا غالبانة لسه صوت الكرامة والجسد والحاجات دي عالي فبنزهق بس اياك توصل بزهقك اوكي الزهق مع المبتدئين زينا مقبول يعني ايه عشان كده كنسيتنا ايه تقعد كأم كده تحيلنا طب بس ايه صلي مزمورين تلاتة زيادة طب معلش ريح شو ايه يعني ايه محدش فينا بيمشي بالعصايا لكن توصل انك تبكي في شهوة جسدية لا خطر بقيت بقى بتسرق الشهوة كأنها حاجة غالي عليك لا انت بتزل روحك لي عشان شوية كرات يعني وبصل يوجع البطل يابست انفسنا تعبير وحس قوي يابست انفسنا في الوقت اللي هما كانوا هيدبحوا في مصر كلهم كانوا هيهلكوا لو فضلوا ياكلوا الاكل ده نكمل الكلام فلما سمع موسى الشعب يبكون بعشائرهم كل واحد في باب خمت وبصوا بقى بقت مناحة عامة يعني في شوية ناس عياته فالناس كلها بقت تعيط تسأل وقت بتعيط ليه عاوزة يكون لحلة خلاص سيطرت الموضوع عليه كبرت في دماغه ادوني لحمة وحمى غضب الرب جدا ليه لانه ده معنى ايه معنى جماعة انه نسيه البحر اللي تشأ ونسيه عمود النار اللي وقف في حميهم من المصريين ونسيه الزل اللي ربعمائة سنة اللي شافوه في مصر ده كانوا بيموتوا يوميا بالمئات من الصخرة من الزل ونسيه ان عيالهم الاولاد كانوا بيموتوا كان ممنوع عيل ولد زكر يعيش كل ده تنسأ عاوزين ناكل لحمة في حاجة فطبعا ربنا صعب عليه يعني انا فدتكم وانقذتكم بيد قوية وزراع رفيعة ووريتكم من نور والنهر وشفت عملت ايه في الفراعنة ونزلتلكم مياه من صخرة وبعدين عشان شوية لحمة نخرب الدنيا ساقى ذلك في عيناي موسى موسى زعل بقى ليه اصل موسى بيلعب دور جميل اوي الوسيط موسى حاسس بالناس ومستواهم التعبان وحاسس بربنا ان ربنا عاوز الناس ترتقي عاوزهم يدخلوا السماء عاوزهم يطلعوا الجبل وينسوا حتى الماند على الجبل على فكرة موسى ما كانش بيأكل منه موسى كان بيعيش اربعين يوم بسر بشكل معجزي من غير اكل ولا شر اربعين يوم يعني حتى المان موسى ما كانش يأكله على الجبل فربنا عمال يشدنا الفوق واحنا عمالين نشد التحت فزيع الربنا غضب فموسى بقى احتاس فقال موسى للرب انت بصراحة تعبتني معك لماذا اسأت الى عبدك لماذا لم اجد نعمة في عينك حتى انك وضعت ثقة لجميع هذا الشعب علي بصوا طريقة الصلاة اللي زي كده ما تتعلمهاش لو سمحت لما تبقوا قد موسى قولوا كلام زي موسى لكن اه لحسن كل واحد يغلط في ربنا براحته يقولك ما موسى عمل لا ما له معروف موسى صار صديقا لله فبيعرف يكلم ربنا بمستوى صداقة معينة يقدر يعطبه يعني فقال له مش كنت خدتني قبل كده انا تعبت انا مش اقد المسئولية دي لعلي حبلت بجميع هذا الشعب او لعلي ولدته حتى تقول لي احمله في حضنك كما يحمل المربي الرضيع الى الارض التي حلفت لاباؤه من اين لي لحم حتى اعطي جميع هذا الشعب لانهم يبكون علي قائلين اعطينا لحمة لنأكل لا اقدر انا وحدي ان احمل جميع هذا الشعب لانه سقيل عليه على فكرة هنا لو تفتكروا العجل الدهبي قبلها بسنة تقريبا الموقف كان معكوس ربنا هو اللي كان بيقول لموسى سبني عالسعب ده افني موسى واعمل منك سعب وموسى يقول له لا لا يمكن ولو هتفنيهم افنيني معاهم ويقولوا عليك ايه طلعتهم البرية وموتهم هنا الموقف بالعكس موسى اللي زهق وربنا اللي بيحايل فاهمين الفكرة يعني المرة الاولانية ربنا اللي كان زعلان قوي وموسى اللي بيحايل دلوقتي العكس ان كنت تفعل بيها كذا فقتلني قتلا ان وجدت نعمة في عينيك فلا ارى بليتي يعني انا خلاص تعبت من الناس دول ومش قادر اعمل اللي انت عاوزه انت رب عاوزهم في مستوى هما غير كده خالص حما غضب الرب الوسيط المسكين كل خادم فيكم ياريت نبقى ناس روحيين زي موسى كده موسى ما قالوش معاهم حق بس عاوز يقول له يا رب طب ما هم غلابة برضو يعني جزدانيين لسه مش عارف اعمل فيهم ايه طيب وانت حملتني مسئولية اكبر مني انا مش قد المسئولية دي بس ربنا قدام الوساطة لانها دايما بتحط قدام ربنا يسوع ربنا يسوع هو الوسيط الحقيقي الاساسي موسى ده البروفا بتاعته الكمبارسي وكل واحد فينا وسيط من وساطة المسيح الكهن بيعمل نفسه دور موسى لكن الوسيط الحقيقي الشفيع الاعظم ربنا يسوع اللي عمل الفداء لكن احنا بنقض في موقف بين ولدنا وبين طلبات ربنا ربنا مزعلش من موسى مغضبش من موسى ليه على قد ما موسى كان يائس في اللحظة دي انما موسى كان عنده احساس جميل بالمسئولية كان بيحب الناس بجد وكان خايف عليهم وكان حاسس انه لازم يشيلهم زي الرضيع خدتوا بالكم التعبير المربي والرضيع قالوا طبعا مليدول زي العيال الصغيرة فقدام الكلمات الحلوة دي ربنا مزعلش بالعكس تجاوب مع موسى لكن هي الشهوة كانت غالبة الناس بطريقة صعبة تعالوا نكمل الموقف فقال الرب لموسى هنا بقى ربنا عمل حاجتين مختلفتين مش حاجة واحدة اجمع لي سبعين راجل من شيوخ اسرائيل هي الموقف ايه عشان تفهموه ربنا قصاده مشكلتين مش مشكلة واحدة مشكلة موسى اللي بيقول تعبت ماذا لوحده بقى مشكلة ومشكلة السعب اللي بيقول ايه عاوزين لحمة فبقت مشكلتين ربنا رايق جدا حتى لو المشاكل زادت يحلها لك فقعدة كلها قالوا نبتدي بيك على فكرة ربنا الخادم عنده اهم من الخدمة لما تكون تعبان قوي المشكلة شخصية يتعامل معاك انت قبل الخدمة قالوا نبتدي بيك مش انت بتقول انا الحملة ايه اللي علي هفكك بسبعين واحد ايه رأيك عشان سبعين يشيلوا معاك طبعا الكلام ريح موسى قوي بس لسه مشكلة اللحب قال الرب لموسى اجمع لي سبعين رجل من شيوخ اسرائيل الذين تعلم انهم شيوخ الشعب وعرفاء واقبل بهم الى خيمة الاجتماع فيقفوا هناك معاك فانزل انا وتكلم معاك هناك واخد من الروح اللي عليك وضع عليهم فيحملون معاك التعبير اللي استخدموا موسى حمل علي قالوا طب يشيلوا معاك ثقة للشعب فلا تحمل انت وحدك وللشعب تقول تقدسوا للغد فتأكلوا لحمن لانكم قد بكيتم في اذني الرب قائلين من يطعمنا لحمن انه كان لنا خير في مصر ربنا بيقولها وهو زعلان بقى كان ليكم خير في مصر وانا اللي مبهدلكوا في البرية يعني تعاكست الاية يعطيكم الرب لحمن فتأكلون تأكلون لا يوم واحد ولا يومين ولا خمسة ايام ولا عشرة ولا عشرين هما طبعا كانوا طمعانين ايه طقت لحمة مرة يعني يلحسوها حتى كده اللي هم لدي انا مش هأكلكم يوم ولا اتنين ولا خمسة ولا عشرة انا هأكلكم شهر لحمة صبح دهر ليل حتى يخرج من مناخركم واضح ان ربنا زعلان يعني ويصير لكم كراها هي فعلا الشهوة تقلب دايما الشهوات تقلب انك انت لما تسيب نفسك لأي شهوة تلاقي جابت نتيجة عكسية كرهتها في الاخر لانكم رفضتم الرب الذي في وسطكم وبكيتم امامه قائلين لماذا خرجنا من مصر ربنا احناين جدا يتعامل مع كل المشاكل ويبدأ بمشكلة الخادم بتاعه انت يا موسى تعبان احللك التعب ده تعال نشيل مع ناس تاني اما مشكلة السعب برضو هنحلها طب ربنا بيبتدي بايه الجميل في ربنا انه دايما يبدأ بالاقرب ليل يعني ايه مش انت الراجل بتاعه مش انت بتخدمه يا حبيبي بيتك وحالك وانت قابل الخدم قابل المشاكل اللي برا وكمان لان موسى واضح انه وقع نفسيا فلازم المسيح يرفعه الاول عشان يقدر يتعامل ويكمل المشوار فلو دخلنا على اللحمة على طوله موسى واقع كده مش هينفر نكمل الحكاية فقال موسى المهم مش موسى يسكت بقى يعني بصراحة موسى مالوش حق هنا مفروض يختيش يقول له كتر الف خيرك حلتلي المشكلتين فقعدة هتخيب لي سبعين ريس معايا وهتجيب اللحمة انما موسى بيكلمه كده كأنه يعني بيصخر من ربنا ستمائة الف ماشي الشعب اللي انا في وسطه وانت بتقول هجيب لهم لحمة ايزبح لهم غنم وبقر ليكفيهم هتعمل لهم صفرة ازاي دول يعني ستمائة الف واحد هتجيب لهم غنم وبقر منين يتبحوهم ام يجمع لهم كل سمك البحر ليكفيهم خلي بالكم لسه موسى هايج وطريقته مش حلوة وبيغلط في ربنا ومكمل المقوحة ومع كده ربنا مطول باله خالص ومستحمل الغلط بتاع موسى فقال الرب لموسى هل تقصر يد الرب الآن ترى ايوا فيك كلامي ام لا فخرج موسى وكلم الشعب بكلام الرب موسى طلع بس موسى في حتة جميلة قوي انه بيطلع يقول زي ما ربنا قال بالزبط فطبيعي الشعب كله اللي بصله من فوق لحا تحت كده انت عبيت مثلا اقول لا ايه يعني ايجيلنا لحمة ازاي يعني يطلع يقول لهم زي ما هي ربنا قال هناك لحمة 30 يوم لغاية ما تطلع من مناخرنا فطبعا محدش بس هو موسى ما عندوش مسكلة ان يقول اللي ربنا قال وجمع 70 رجلا من شيوخ الشعب واوقفهم حوالي الخيمة تاني بقولي احبائي احنا احيانا في مشاكلنا في الخدمة او مشاكلنا الشخصية بتبقى ايماننا ضعيف زي موسى بنحس ان الشلق تقلت زيادة بيبقى لسان حالنا بيغلط في ربنا بس ربنا عامل خاطر ان احنا برضو ايه رجالته وولاده وبنخدمه فيستحمل بواختنا شوي وبعدين حتى لما يجي حل يلاقينا مستبعدين الحل طب يا موسى ده انت اكتر واحد شفت معجزات يعني هو شق البحر كان حاجة سهلة لما انت معترض قوي على حكاية اللحمة هنشوف اللي يحصل كأنه موسى وقع في ضعف ايمان بسبب عدوى اللحمة خلي بالكم ما هالشهوة تجيب لخبطة كتيرة من كتر ما الناس جزدانية وبتفكر في اللحمة حتى الايمان يضعف ودي مشكلة الاكل والشرب الزيادة لما بنأكل كتير ونفكر في الدنيا كتير الايمان بينزل لتحت ثقف ربنا بتضعف خالص ربنا بقى يحاول يرفع الايمان تاني فقال له الان ترى هوريه لك انا افرجك يا موسى مش معقول انت نفسك تضعف كده وبدأ بحل السبعين فنزل الرب في سحابة خلي بالكم المنظر بيبقى باين قدام الناس يعني هما شايفين ربنا بعنيهم شايفين السحابة بتطلع وتنزل يعني احنا حتى ما بنشوفش ربنا بالوضوح ده ومعه كده هما متعبين وتكلم معه يعني كان موسى يدخل جوه السحابة يستخبق وفيه بقى فيه حوار داير جوه السحابة واخذ من الروح الذي عليه وجعل على السبعين رجلا الشيوخ فلما حلت عليهم الروح تنبأه ولكنهم لم يزيدوا يعني ايه ما فضلوش بعد كده يقولوا التنبؤات دي بس في اليوم ده زي علامة يوم الخمسين لما تكلموا بألسانة هي علامة في اللحظة بس تأكد ان حصل حاجة ربنا عاوز يدي دليل ان روحه سكنت في السبعين فيديهم قوة معجزية ولو مرة عشان كشهادة ان حصل حاجة في الناس دول لانه مش باين حاجة على وش هو متغير يعني وبقى رجلان طلقت مشكلة ثالثة ان اثنان من السبعين المختارين والسبعين دول اختيروا ما رديوش يجوا خيمة الاجتماع قعدوا في خيامهم زي اللي مش مقتنعين او معترضين او ما نعرفش كسله رجلان في المحل اسم الواحد قلداد واسم الاخر ميداد فحل عليهم الروح تصوروا ربنا من اتضاعوا اللي استجيالوا بسبعين اسم فالروح القدس لازم ينزل على السبعين فالروح القدس سكن في السبعين حتى لو في اتنين في مشوار يعني الاتنين اللي على بعد كيلو الروح القدس سكن فيهم لانه هو طلبات موسى كده هم دول السبعين راجل اللي اختارهم احكيلكو حكاية حصلت في التاريخ قريبة لكده قديسة غريغوريوس العجيبة كان راهب ناسك والناس بتحبوا اوه بس كان بيعمل معجزات عشان كيس يسموه العجيبة فشعب اختروه يبقى اصقف فقام هرب واستخبى في حتة كده زي زريبة ومحدش عارف سكته يدوروا عليه مش لقينه خالص فكان اصقف عجوز وراجل طيب اوه قال لهم هتولي انجيل جابوله انجيل حطي ايده على الانجيل وقال اغريغوريوس اسقف ام ظهر له الملك في الزريبة قال له اترسمت يقول التاريخ انه ظهر له ملك قال له لازم ترجع انت اترسمت اترسمت يعني ايه فهمين ما تربطونه على الارض يكون مربوط في السم فربنا ينفس كلام رجالته ففعلا الروح القدس اداله نعمة الكيانوت او الاسقفية على بعد حل عليهم الروح وكان من المكتوبين يعني فكرة بدار يعني مكتوبين خلاص لكنه ما لم يخرج الى خيمة الاجتماع فتنبأ في المحل فركض غلام راح غلام بقى ايه اتدايق من المنظر ازاي اتنين يتنبأوا في المحلة وما يبقوش واقفين قدام موسى مفروض يتبعوا موسى يعني بدايت برضو ايه اعتراض على موسى واخبر موسى وقال ألداد وميداد يتنبأان في المحلة فأجاب يشوع ابن نون خادم موسى منه حداستي وقال يا سيدي موسى اردعهما يعني كش فيهم شوي ايه اللي عاملين فيها من اولها كده هيمشوا بدمخهم فقال له موسى هل تغار انت لي انت يعني غيران على كرمت يا ابني يا ليت كل شعب الرب كانوا انبياء ياريت السبعين يبقوا كل الناس يبقوا كده يسجعل الرب روحوا عليهم تنبأوا ولم يكرروها او لم يزيدوا يعني ايه ربنا بس اد علامة ان الناس دي بقت فيها نعمة وقوة روحية عشان قدام الناس يبقوا فعلا ريسبونسبول كده وريسبكت دي عم الحاجة التانية لم يخرج الى الخيمة في كل زمان يا جماعة في ناس بتختار للكهنوت لكن في نسبة بتحب تمشي بدمخ في كل زمان في يهوزة من الاثناشر وفي نيقولاوس في الشمامسة السبعة وفي قلداد وميداد من السبعين شيخ من وقت موسى عشان كده ما تنزعجوش لما تلاقوا حد شرخ ومش غلط وارد وارد بس ربنا يحمي الكل لكن هل ده واحد زي موسى الكبير ده هل ده يهدده في شيء موسى قلبه أوسع من كده موسى بيبص على مكانته وكرسيه موسى بيبص على يارد كل الناس تعرف ربنا وتاخد رتبة فموسى قال كلمة جميلة فربنا مرة قال له ايه هات نسك نعود معهم مرة اعزمهم على قاعدة عندي في الجبر فصعد موسى وهارون وناداب وابيه دول ولاد هارون اللي هم رؤساء كهنة بعد هارون وسبعون من شيوخ اسرائيل ورأوا اله اسرائيل يبقى تاري السبعين دول غالبا هم اللي شافوا المسيح قبل كده في مجدو فعزوم عملها موسى لناس مختارين منهم وتحت رجليه زي منظر الرؤية بالضبط شبه صنعه من العقيق الأزرق الشفاف وكذات السماء في النقاوة لكنه لم يمدوا يعني مش شافوا ماتوا ما كان عندهم اعتقاد اللي يشوف المسيح في مجدو يموت لم يمد يده الى اشراف بني اسرائيل دول الاشراف دول الارخنة دول المختارين يعني فرأوا الله تعبير جميل او وكلوا وشربوا يعني عاشوا عادي بعد كده شافوا ربنا لكن كملوا فلما جا حدثة العدد اختير السبعين اخر جزء بجد ثم انحازى موسى الى المحل لغاية دلوقتي خلصنا المشكلة الاولانية بقى معانا سبعين شيخ بيردوا ع السائل الاسئلة وبيحايلوا الناس وبيشيلوا الهم مع موسى لكن المشكلة التانية بتاعت اللحمن انحازى موسى الى المحل لهو وشيوخ اسرائيل يعني رجع كل واحد خمته لسه بقى مستنين ربنا العزوم هيعملها ازاي فخرجت ريح من قبل الرب وساقت سلوى من البحر السلوى دي زي بيسموه ايه السمان يقال زي طير السمان ده بيبقى ماشي في اسراب بالملايين بالمعات الالاف وفوقت كل السلوى دي زي الحمام كده حوالين المحلة داير نداير كده على بعد كذا كيلو وبقى طبقات فوق بعض فبقى كمية لحمة متخزنها يعني تكفي الشهر نحو مسيرة يوم من هنا ومسيرة يوم من هناك حوالي الملاح محلة ونحو زراعين فوق وجه الارض يعني اكوام اكوام كده فقام الشعب كل ذلك النهار وكل الليل ما هم جعني وكل يوم الغد وجمع السلوى الذي قلل يعني اقل واحد جمع عشرة حوامر دي يعني موازين يعني حاجة يعني جرادل يعني وسطحوها مصاطح عشان ما تبصش يعني في الشمس ايه تستوي حوالي المحل وإذ كان اللحم بعد بين أسنانهم قبل أن ينقطع يعني قبل ما يخلص التلاتين يوم حما غضب الرب على الشعب طب أنا برضو عندي سؤال مش يا رب انت وفقت وجبت اللحمة وقلت هتطلع من مناخرهم طيب زعلت ليه تاني بقى هنشوف ودرب الرب الشعب ضربه عظيمة جدا فدعي اسم ذلك الموضع قبروتها تقوى لأنهم هناك دفنوا القوم الذين اشتهوا ومن قبروتها تقوى ارتحل الشعب إلى حضيروت فكانوا في حضيروت ما فيش تفسير مسجل في سفر العدد ليه رب نغض بس هقول اجتهادات اول اجتهاد لأنهم ما شكروش يعني كان اقلها بعد ما كانت لحمة اول يوم وفي الصحراء وبمعجزة واضحة وما كنتش تطولها حتى في مصر كانت الناس يا امه تعتذر سوري يا رب ان احنا غلطنا فيك وبكينا وعملنا قصة وانت معايشنا بمعجزة اساسا لو كان فيه تقبة او شكر ما كانتش قلب تغم خلي بالكم من المعنيين دول لأن ربنا ساعات بسبب ضعفنا يجبع احتياجاتنا الجسدين يعني يجيب لك حد يشجعك عشان انت نقصك كرامة شوي معلش كمبتدأ تاكل اكلة حلوة في الصيام ماسي نعديها بس اقول اشكرك يا رب قول سوري يا رب مش عارف اصوم زي البهوات المحترمين اللي بيصوموا كويس فياما تقول سوري يا اما تقول شكرا لكن لا اخطيت ولا متشكرين تبقى انت يعني ده مؤخزة يعني يعني مش معقول اللحمة تطلع من منخيركم كمل يعني هل انهم لم يشكروا ولا لانه ده اعتقاد تاني قالوا الاباء بقى لانه غالبا لما كانوا زيادة وقعوا في الزنا ما هم دي مش اول مرة بقى فاكرين من وقت العجل الده بابي اول ما يمشوا غلط تلاقيهم على طول الاب وعلى زنا فالشهوة تجيب شهوة يا جماعة الشهوات الارضية عموما مع بعض شهوة الفلوس وشهوة الكرامة وشهوة الجسد لازم تنتهي بمصبتين كبار الوسانية والزنو او الوسانية والاباحية تاني الفلوس الكتير او شهوة الفلوس على شهوة الكرامة على شهوة الاكل والشرب الزيادة دول يصبوا في مصبتين كبار او عبادة اوسان واباحية وعشان كده العالم عمال ينتشر فيه الوسانية او الالحاد ما هو ده نتيجة ايه الناس كلها مستسلمة للكرامة والفلوس والجسديات فخلاص مفيش ربنا وتلاقي بقى انواع من البلاوي الجسدية يعني حتى الزنا العادي مش مكتفين بيها فيبقى الشهوة دفعتهم لمزيد من الخطيئة فحمى غضب الرب لانه لما تجاوب مع رغبتهم ما استفدوش بالعكس ساقوا فيها وازدادوا خطيئة فوق خطيئة يعني ربنا ما كانش متكلف انه يجيب لهم اللحمة ارضاءا لموسى صعبان عليه منهم بس اداهم لكن عشان يزدادوا بقى في خطايا او حش يبقى لازم ياخدوا غضب ربنا يبقى قلة توبة او قلة شكر او زيادة فساد او ده يفصل لنا ليه غضب ربنا من هنا تسمت المنطقة دي فيما الناس ماتت بقى برضو يقال انه وبقى حصل مرض وابتدت الناس تموت ودفنوهم في المنطقة دي دفنوا عشرات الالاف فالمنطقة دي اسمها قبور الشهوة الاسم مفزع بس الاسم الحقيقة انذار لنا كلنا انت ليه يكون مصيرك بعد الف شر قبور الشهوة ليه ما تكونش واحد من السبعين اللي ربنا بيشتغل بيهم تنبه الناس يا ناس لو ربنا اداكوا لقم اقولوا اشكرك يا رب ولو نسيتوا نفسكوا زيادة في شهوات ارضية طب ارجعوا وقولوا سامحنا يا رب لكن ما تحطوش هموكوا في اللحمة زياد ما تخلوهاش تخرج من انوفكم يعني ايه ما تعيشوش عيشة حيوانات وربنا عاوزنا نعيش عيشة ملايكة لان في المزمور يسمي المن اكل الملايكة يسميه كده خبز الملايكة فربنا عاوزنا ملايكة واحنا عاوزين حيوانات شهوة الجسد لتحت وشهوة الروح لفوق طيب حتى لو ضعفنا شوية نجمل نفسنا بالكلمتين دول اللي هما ايبعى التوبة والشكر لالهنا كلما كذكروا